سأل خير وأهلا بحضراتكم مرة تانية بداية بس نطمن مع حضراتكم على تمرينة الفريق النهاردة اللي يمكن زي ما الزملاء بلغوني خلصت من دقيقة بسيطة جدا حضراتكم عارفين طبعا وخليني أقول برضو للي ما يعرفش أنه مباراة الأهلي مع المقاصة بكرة في السويس إن شاء الله بإذن الله اتغير معادها هتكون الساعة سبعة بدلا من الساعة تسعة والنادي الأهلي إن شاء الله يدخل معسكر المغلق النهاردة استعدادا لمواجهة بكرة خلينا نروح للنادي الأهلي وتحديدا هيكون هنا لقاء مع زميلنا العزيز كريم أحمد نتعرف منه على استعدادات الفريق وأخبار التمرينة النهاردة ونتطمن كمان على اللي كانوا بعد في الفترة الأخيرة مساء خير كريم مساء خير زميل العزيز أحمد سمير كل التحية لكم ولكل مشاهدهم طبعا قناة الأهلي في كل مكان الحقيقة طبعا تعديل المباراة في البداية كان أمر مهم جدا لأن كل المؤشرات درجة الحرارة غدا تكون صعبة جدا ورطوبة تكون عالية فيمكن توقيت الساعة خمسة ده أمر صعب يعني متعة كرة القدم ما بيكونش متواجدة ما الأجواء بيكون بهذا الشكل والحقيقة احنا الفترة الفاتت يعني في موجة حرة جدا فيمكن قرار طيب وسليم جدا تكون المباراة في السابع مساء على استاد الجيش بالسويس وهي مباراة المقاصة إن شاء الله بإذن الله نشوف نفس المعنوات المرتفعة ونفس التركيز الكبير اللي شفناها في المباراة الماضية وتحديدا للمباراة الأخيرة كنا بنتكلم طبعا على غلق المساحات وطريقة اللعب اللي كان بيخود بيها نادي المقاولون العرب المباراة الأخيرة بالتأكيد ممكن نشوف هذا الأمر مع المقاصل يعني أنت عارف زميلة أحمد يعني أي حد يفتح خطوطه أمام النادي الآلي يعني يكون فيه أهداف عديدة لأن الحقيقة ممكن نادي الآلي للفترة اللي فاتت بتركيزه الكبير وبقراءات بيتسو موسيماني مطمنا بشكل كبير وما بيبقاش عندنا يعني بيبقى عندنا أمل على طول مهما كان الوقت الديئة سبعين الديئة تمانين عارفين أن احنا إن شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة في ربنا سبحانه وتعالى الأول ثقاتنا أكبر في اللعيبة أن احنا نحرز هدفه اثنين وثلاثة فيمكن التحضير جايت جدا بالنسبة لي بيتسو موسيماني مع لعبة اللي نادي الآلي النهاردة أنت عارف هو التدريب الأخير تدريب مغلق بيتسو موسيماني أكد على أكثر من نقطة نهاردة فيه المرار أنت ذكرت التدريب بالفعل انتهى منذ دقائق بسيطة بحضور الكابتن محمود الخطيب بكعدته المساندل دائمة ودائمة لكل فريقة اللي نادي الآلي قبل كل المباريات النهاردة تدريب كان جزء بدني بسيط والجزء الثاني طبعا كان كله تاكتيك وكل الأمور الخاصة بيه مباراة المقص الراجل أكد على بعض الأمور دخولنا في المباراة لابد يكون جيد احرزنا هدف واثنين وثلاثة ده أمر مهم جدا مهما كان المنافس ومهما كان ضعف وإحنا لابد أن يكون تركزنا أكبر وندخل فيه المباراة بشكل قوي أكد ويمكن أكد على اللعيبة أكثر من مرة على يمكن اللعيبة تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا في المرانة وفي مباراة الغد لأن احنا نتعارف زميلي أحمد محتاجين كل اللعيبة مباراة كايزر الشيفز طبعا مباراة النهائية طبعا بطولة الأفريقية حلم الكبير والمنتظر لكل جمهور النادي الآلي فيمكن الأمر ده مهم جدا مع اللعبين ويمكن كمان يعني إن شاء الله بإذن الله فريق مصر المقصة طبعا يلعب بكل قوة آه لكن يحافظ أيضا كمان على لعبة النادي الآلي لأن النادي الآلي الممثل الوحيد لمصر فيها دي البطولة فإن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون مركزة في مباراة الغد وكل الأمور تكون من أصبنا نهار ده كان تدريب قوي وتدريب جيد واضح جدا التركيز وواضح المعنوات المرتفعة لكل لعبي النادي الآلي فيارب إن شاء الله الظروف والمناخ والطاقس وكل الأمور دي يكون معنا إن شاء الله في مباراة الغد كل اللعبة كريمة شاركت في الطاق تفضل هي دي نقطة اللي كنت أسألك فيها كل اللعبين شاركوا في تمرينة النهاردة ولا كان في حد برى التمرين الكل متواجد زميلي أحمد يعني الحمد لله لكل جاهز لدي المباراة باستثناء طبعا علي لوتفي الوحيد اللي بيتم تأهيله وتحضيره للمباراة القادمة مباراة كايزر الشيفز أيضا كمان بيعود عمر السلية غيابه المباراة الماضية للراحة ويمكن كمان يعني هنشوف مع بيتسو مسماني رؤيته طبعا في المباراة القادمة ممكن نشوف تدوير لبعض اللعيبة هل ممكن نقدر ندفع ببادر بنون ولا يتم راحته محمد هاني كمان ويمكن ده أمر مهم جدا محمد هاني بيعلن جهازيته بشكل كبير بالنسبة للتدريبات الماضية فأكيد بيتسو مسماني في الحزبان طبعا محمد هاني ممكن يبدأ بيه المباراة مع طبعا أكرم توفيق لأمور يمكن مطروكة البيتسو مسماني لكن الجهازية تم لكل لعيبة لكل شارك النهاردة مفيش أي لعيب النهاردة غاب عن التدريب بساسناها طبعا علي لوت فيل شناه وجهازيته النهاردة فيها التدريب أكد لنا بشكل كبير جدا أنه هو جاهز للمباراة الدفع بيه من عدود أيضا كمان رؤية فنية الأمور الحمد لله زميل أحمد طيبة جدا وزي ما أبأكد لك المعنيوات مرتفعة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي حالة تركيز كبيرة جدا بنتمنى إن شاء الله تستمر هذه الحالة في التسعين دقيقة تسعين دقيقة غدا إن شاء الله بإذن الله أداء ونتيجة بإذن الله إن شاء الله نادي الأهلي يقدر تخطى مباراة مصر مقصة ومنها إن شاء الله لعيب طول الدورة نتمنىها طبعا نتمنى التلات نقاط دي نقطة في المنتهة الأهمية نتمنى أداء يطمئن جماهير النادي الأهلي في بروفا أخيرة قبل ما نسافر على المغرب إن شاء الله عشان نواجه كايزر تشيفز بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد من داخل النادي الأهلي ودي كانت أخبار تمرينة النهاردة بوعدكم في السادسة دايما وإحنا دايما اتفقنا أن الكرة للمتعة كل المتعة في السادسة بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم